عايز بس اقول ملحوظة كمان اللي عمله النهاردة لكابتن متحد عبدالهدي وكابتن كبير واسم كبير لمنتخب مصر ونادي الزمالك هو موقف انا اعتقد هو نفسه لما هيراجهه هيزعل ان هو عمله انه يروح يزوء جمع الكراط في ملعب الوداد اكيد هو نفسه هيزعل رئيس نادي الزمالك خد قراره باستبعاده من تشكيل الجهاز الفني واستبعاد ايضا كابتن امير عزمي مجاهد بسبب الموقف ده بسبب سوق السلوك بس اعتقد الكابتن متحد عبدالهدي نفسه هيطلع يعتذر عن هذا الموقف عشان هو انا اتفاهم انه موقف فعالي بس لا يجوز ابدا لا يجوز ابدا ويه الحركة اللي عملها الكابتن متحد عبدالهدي دي هي مش بس كان موقف مرفوض مننا جميعا ومرفوض من ادارة نادي الزمالك كمان بس كمان ضيع وقت ووتر اللعيبة بعد الموقف عدول دخل في الزماجة الجولة الثالث وانت اصلا في عرض 30 ثانية في المباراة 30 ثانية واضطرت الدنيا ضيعت 3-4 دقائق بدون داعي وخسر الزمالك كان ممكن الامور يحصل فيها تعامل افضل من كده واكد التعامل ده كان مرفوض 100% من الجميع محدش يقبله ده فيما يخص مباراة الزمالك النهار ده كلام كتير مع ضيوفنا الكابتن الكبير كابتن ويل الاباني وكابتن الكبير كابتن احمد السيد عن المباراتين